بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا بكم في ري بي ام القناة الحرة المستقلة اليوم سيداتي النساتي سادتي نواصل من قطع من حديث مع الدكتور المناضل السياسي المخضرم الأكاديمي الدكتور مختار حروي تدلا بيرو عقبيت ابن الرئيس المنتخب الأول والأخير في إيرتريا دكتور حروي منالك الصحة والعافية حيث تقيم في المملكة مملكة السويد هذه الحلقة رغم تمانية في هذا البرنامج شهادة للتاريخ ورؤية للمستقبل طبعا دائما نحن نقول شاهد على زمنه لكن دكتور حروي ميستو أنه يطرح رؤية استراتيجية سياسية لما ينبغي أن يكون ومثل شهادات الدكتور لا بد أن نأخذها في الاعتبار لأنه شهادة رجل أكاديمي سياسي خريج العلوم السياسية يحمل أكثر من شهادة علمية أنا الكلام دا أقوله دكتور يعني مش نمي المماتس ممسقنن نغت ممسقنن كازاي كونكو لكن الثقافة يعني وضع الناس في مقاماتهم في الشعب الإيرتري في الغالب ما موجوده زينتلا بلكا كده تخد ماركس كالير فضل إعلامنا فيه فوضى فلازم نحترم الناس عشان نحترم المشاهد ونحترم الفكر التي يطرحها الناس أهلا بك دكتور حروي وصحة كيف أولا وأخيرا كده صحة كيف شكرا عزيزي أحمد شريف صحتي طيبة جدا وبشكر ربي وبعدين يعني الطرح بتاعتك ومعرفتك لمجتمعتك لوطنك إيرتريا والاحترام اللي عندك للتقاليدة الطيبة الإيرتريا جزء منها ورسناها من العديان الكريمة وجزء منها تربت في المجتمع الإيرتريا يا سلام وزي ما قلنا الصحة طيبة ممكن تابعك في الأسئلة اللي تطرحها أنت جميل جدا وصحتك أهم شيء طيب نحن طبعا دائما يعني نتماهى مع الظروف والأيام وأوضاعنا نحن وأوضاع الدكتور وزي ما بيقول الإنسان غيب تعال يعني مرات تغيب وبعدين تجي يعني وبرضو مرات تأخذنا البرامج أنه تكون في برامج آنية فنقوم نلحق وأسيب الدكتور شوي أخذ راحته يعني ولو ما كده نحن نتمنى أنه دي الحلقة رغم تمانية وحلقة رغم تمانية فيها موضوع بغاية الأهمية في الحلقة السابقة دكتور يعني وأنت تتحدث عن حكومة المنفى واستراتيجية تعدي وكذلك أنه كل الأشياء التي جاءت في هذه الفكرة يعني تناولنا مسألة الأرض وقضية الأرض وما إلى ذلك وقلنا نعيد المشاهد الكريم أنه نتحدث عن هذا الموضوع اللي هو قضية الأرض في إرتيالي إذا كان نظالنا نحن دكتور وأنت سيد العارفين إنه نحن ما نظلنا عشان نعمل دولة وشعب أبهاواهو يعني شعب ودولة في أرض أرض اسمه إيريتريا جغرافيا معروفة من الشرق والغرب والجنوب هذه الأرض يعني مين الدفع تمانا هو الشعب ولذلك أي واحد عنده حساس أنه الأرض ملك ليه ولو ما ملك مليه ما يدفع حياته ويضحي ويكون حياته كل يعني متوقف على طلقة طلقة تجيه هنا تجيه هنا تجيه هنا بيانا إنه الأرض ملك للدولة وتسير المسألة على هذا النحو حكاية الأرض ملك للدولة الناس أحيانا ما عرفاها المعرفة العميقة ودارين نعرف بين لما تكون الأرض ملك للشعب والأرض ملك للدولة فنحن دارين نستمع لمحاضرتك اليوم يا دكتور الطبيعي شنو؟ ولما تقول أي دولة إنه أرض ملك للدولة يعني شنو المسألة؟ هل هي مجرد قانون كده دار تمرره؟ ولا هناك أجندة وأجندة وأجندة؟ وتفضل يا دكتور المايكروفون عندك شكرا يا أخي أحمد شريف كده نبدأ أولا بتوكوين عدتات في إيرتريا يعني كمدخل كويس المجتمع الإيرتري كان منزم حول فكرة نجد ممكن ممكن مش كل مرة لكن بالعربية تطلع طبيعي العام وهذه نقد يعني كلمة عبرية وبتناقش 12 طبائل العبريين وكانوا بيسموا أيضا نقد نفس التعبير نفس الكلمة نفس الفكرة وعبر الدين الإبراهيمي نهنوا في المجتمع الإيرتري بالذات لأنه في إثيوبيا نزام عدي ما موجود بالمفهومة الإيرتريا ونزمت الأراضي حول عدتات والعدي الأرض ذاته تابع للعدي مش للأفراد بتاع عدي يعني بإنجليزي communal ownership يسمون communal ownership ما في فرد في عدي يملك قطعة أرض خاص تابع له ولأسرتهم وتتوارث من أبناه يعني الأسرة بتاعته المتوسعة في المستقبل إنما الأراضي دائما هي تابعة للعدي وتتوزع لناس الزيقة يسموهم يعني مواطنين بتاع العدي وذيل يقسموها اللجان في عدتات يعني تأخذ مثلا قطعة أرض للأراضي للزراعة للمواشي وهكذا يعني وكيف المئة في العدي تستخدم عندها نزام عيدا يعني ولذلك الأرض في إليتريا هو التابع لعدي ما تابع للدولة ولا تابع للحكومة ولا تابع للأفراد لما نقول كلام ده قاعد ناقش حسا كمدخل يعني ملكة الأراضي في المرتفعات الإليتريا المنخفضات المنخفضات وين دكتور؟ جاي جاي في المرتفعات حتى في بعض مناطق مثلا مناطق السرعي الأرض لأسباب تاريخية يعني وزعت الأفراد وبتلقى أنه دائما في السرعي المحاميين المشهورين يعني يظهروا من سرعي بيقال بعض مرات لأنه دائما يسارعوا بعد حول الأراضي لأنه الأراضي كانت تابع للأفراد ما تابع للحكومة ولا تابع للأفراد في في ثلاثة الزونات في إريتريا دائما بترحوا أنا اللي هو الزون المرتفعات اللي نسميه نحن مرتفعات والمنطقة يعني مقفضات مقفضات القربية والشرقية والزون الثالث هو نسميه بحري اللي هو مناطق بتاع الدنكاليا ومناطق بتاع تقريفي دواحي مسوعة والآخرين يعني بعدين حنا يجيه الإثيوبيين لأسباب سياسية يعني ثبيثة ممكن قالوا بحر الأحمر كوكول يعني تابع ل لتكوين قبلي معين إنما من مسوعة وانت ماشي فوق بتلقى تقري فقط الآن موجودين كمان عرب نسميهم الرشايلة لكن بقية القبائل كانت تنزح من جنوب يعني من جنوب مصر نسميهم بجع وبعد مرات ناس بجع ينزح إلى مرتفعات و يعني يتساكنوا يعيشوا مع بعض ويزاوجوا ببعض وعشان كده بتلقى أنه المنطقة اللي نسميها حماسين هو أساسا هم وشام هم شام هم سيم حماسين يعني معناها الهامايتس ناس البيجا والشام كانوا يعيشوا مع بعض في منطقة دايقة جدا اليوم نسميها إلترين لكن بقية البيجا يعني يتوزعوا يتوزعوا من جنوب مصر إلى مناطق بتعام سوع بالذات لما العثمانيين استولوا على المنطقة هذه سليمان والناس اللي يجوب وبعده في المقفضات إيريتريا ما كانوا كانوا قبائل ما كانوا نقد بمفهوم أنوا مستقرين مع أراضيهم مستقرين موصوميا في عد لأنه في مقفضات إيريتريا كمان عندنا نظام عدي لكن هما القرى بتاعتهم تكون موجودة لكن لمن تمطر يرحل إلى البحر البحر بتاعتهم وتكهزيه طبعا سبك ساقم أيوه أيوه كده نظامنا عشان نقتصر لما نتقوليان استعمروا إيريتريا يعني بدأوا يأخذوا أراضي ويكونوا كونشيسيوني على أساس أنه الفلاحين اللي تقاليين اللي اعتبروا أنه الأراضي كانت ضيقة بالنسبة لهم كانوا يرحلوا و يعني استغلوا على ما سميت كونشيسيوني في إلابرايد منطقة بتاع إلابرايد لحد أو غردت وسموا الأراضي تيرا دومينيالي تيرا هو الأرض زي ما بتعرف كومودي نوما ننسى لكن أصبحت جزء من الدولة الاستعمارية دومينيالي والدومينيالي دومينيالي يعني الدولة هي دومينيالي يعني ما تابع لأي زول لأي غبيلة هي ما تزرع ما تستخدم لكن تحت إشراف الدولة طيب نقدر نقول الإيطاليين بدل الفكرة الخطيرة بتاعة إنما إنما الأراضي ملك الدولة ما شرعت بالطريقة هذه بالطريقة واضحة كما كما تروحت من قبل إيسايات بعد التحرير أمين في المرتفعات ألولة رأس ألولة شاف إنه أرواق التقرائي اللي جوا الجيش بتاعته ما يقدر يتسلل في العدثات إريتريا وجاب فكرة ذكر معاه اللي هو إنه الناس اللي سكنوا في المنطقة لأربعين سنوات لهم يعني الحق والقانون يساندهم إنه يكونوا يعني أبناء العدي ويمتلكوا أرض ويمتلكوا تتوزع عليهم الأراضي لأنه الملك الأرض تابعة للعدي للعدي لكن عندهم اللي هنا طيسة مثلا ايه في في الزونة الثالث اللي هو ما نسميه الدنكاليا والمناطب بتاع مسوعة و ثلاثة زونة هما في إريتريا مرتفعات ونقفتات وسواحي وبعدين مناطب بتاع بحري هم يعني عدة قبائل في البداية لمن الحضارة كانت متمركزة في حام سيم وأقصوم كانت مركز حضاري في المنطقة يعني يعني كانوا كانت تجذبهم هذه الحضارة و يعني يتجهوا في مناطق بتاع مثلا تقرائع الدقرات وكان وكان يوصلوا لحد سقنيتي لكن السلطان الكبير يعني بالذات أيام الأدال أدال هما عفار زي ما بتعرف تاريخيا والسلطانة حقهم كانت في اليوم في إتيوبيا اليوم ولذلك في ناس العفر تجذبهم الحضارة الأقصومية يعني يعني يشوفوا في اتجاه شمال وبغية الناس في سلطانة عدل والناس اللي يعني يتجوا في السلطانة عدل كانوا يزرعوا وأيضا يرحلوا مع جمالهم لكن الناس اللي كانت تسكن في ما نسميه دنكاليا بعد الدلاينا بعد ما الاستعمار الإيطالي جاء في إيرثريا كانوا محدودين بالأبيار اللي موجودة انت ترحل في مناطق اللي فيه مش تركزة لأنه البحر الأحمر مملح فعايز ماء ارتوازية يعني ما تمشي بعيد يعني حركاتك محدودة بالأبيار اللي موجودة بغشو ديالي الثلاثة الزونات طيب لما إساياس وجمعاته انشط من الجبه وترحوا الفكرة دي اللي قلنا عليها يعني فكرتهم انه ايرتريا كووطن يعني ما نسميها ايرتريا الوطنية الارتريا ما ربوها في التنظيم حقه طيب دكتور قبل ما نخش لإسياس وجماعته ما هو إسياس ممتداد لفكرة قبله اولا انه ناس سرايا قلت كان عندهم يعني شكل مختلف في ملكية الارض من المرتفعات السبب شون يا دكتور ليش ناس سرايا دي المختلفين انا اعتقد انه يعني هما في حدود من جانب تاعة تقراي عدواء وغيره ومن جانب قندر ايضا و في طريقهم كانوا يكونوا مش حق دابا كما نعرف انه النقد تحكم خلال القانون نسميه حق اندابا انما كان نزام شبه اغطاعي بدأت تتربى رغم انه في سرايا كمان في القانون حق اندابا اسمه اتكمي ملق الكلام اللي قاعد يقوله انا حسان ممكن يشمل عالدخالها اكثر من اي مناطق في السرايا اتكمل مقب اه عالدخالها ويس طيب ومتأثرين بالمكان يجري في الحضارة الاكسومية و طبيعة الحكم مش اكسومية بعد القطاع طبعا بعد اكسوم اكسوم حضارة اوف سيتي ستيت اوكي اه جميل بالنسبة لالبيجا تعلم حضرتك انه مقر الاتوات اللي كان يجمعوها الضرائب والتجمعات بتاعة الدخول كانت في هقر في الساحل في عمق الساحل بمعنى هم مش على الساحل حتى على الساحل بالاسم التقليد اللي هو نقفة وضواحية وكده فمقرهم كان هقر امتداد من مصر الى السودان فمقر الاتوات كانت تجمع في هقر طيب دكتور حبينا نوضح الفكرة دي دكتور نحن مدارين نقفز على الجبهة الشعبية ونظامها لان الجبهة جبهة عبايما برضو كانت دولة دي بكدانا يعني كانت دولة يعني يعني واحد انا عملت معاه مقابلة قال لي انا شفت الدولة الاريترية فيما اندفر قال لي ايام حررت الجبهة دولة مقاعدة بكل قوانين وحاجات هذه طبعا ما نقول انه ما يعني انه الجبهة ما كان فيها بلاوي كان فيها بلاوي ولو ما فيها بلاوي ما كان وقعنا في المسائل دي والثورة دي فعلا الممكن فانا دائر شهادة منك يا دكتور الجبهة تعاملت مع الارض انا بقول انه نتينا نت نط سريال كبير ومن الصعب انه نرجع عليهم طيب انت ما نطيت لي في الشعبية دكتور ايو لكن قطعتني بتطورات في السراية طيب ها نديك الكورة في ملعبك اي جبت فضل لما انشقوا ماسومي وبعدين شعبية يعني دائما حريسين انه مؤتمراتهم اجتماعاتهم ما تكون يعني مؤتمر وطني اجتماع وطني عبدا يعني رفض ما عاوزين يعترفوا باستمرارية دولة ايريتريا بقصد يعني ده كلام كبير هو من سلفنة سنت يعني لا سلفنة سنت كانت تجمع فقط يعني ما اخذت طابع سياسي اخذت طابع سياسي لما انشقوا واتحالفوا مع تكوين الشعبية ثلاثة ثلاثة شعبية كانوا شعبية نمبر 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 وان تو ثلاثة في تكوين شعبية سبقوهم ناس ابو طيارة وسبقوهم ناس عبالين العبالين نعم وما بتاع سمناوي بحري سمناوي بحري التحقوا في الآخر ذي ما شرحت لك الجنرال بتاع المرتفعات نزل هنا يعني اسمان كنتيباي قرينا البرغية اللي اوصلت من برسودان من قبل يعني تذكر في المقابلة السابعة ايو ايو و استمرت لحد استقلال المسألة دي والدستور اللي قدموه بعدين نحن نخش فيه الدستور ما عندو دباجة بيوري تاريخ اريتريا والتاريخ شعب اريتري وكيف تكوين وهكذا كأنه نزل من السموات وصنع في منطقة بتاع الساحل اه ومؤتمراته مؤتمرات تنظيمية الوطن الاسم قوات تحريح شعبية استبدل اسم الوطن الاريتري كيف مثلا اشرح لين ايو قبل كده شرحت شرحت ايش هو السبب انه المؤتمرات هي الاسوس الشرعية للثورة ذات الولاك اذا هنعتبر شفات شفات تيروريست والمؤتمرات اللي بتعطينا شرعية لانه جزء كبير من شعب اريتري وقف مع هذه المؤتمرات من حيث لا يدري ويحضروه يحضروه اجانب ويصدقوا ايضا انه بالفعل شعب اريتري عنده تنظيم وطني يكافح من اجل استقلال بالطريقة هذه الجوار بتاعتنا وقفوا معنا لكن الجبهة عندها نفس البلاوي بتاع شعب اريتري يختلف في انتنسيتي يختلف في اشياء الرهيبة اللي حصلت في المجتمع اللي كانت تقود قوات تحري الشعبية يعني ذبيحة وقتهالات واعتقالات وهكذا في جبهة كانت موجودة لكن مش بالشكل المنقوري هذا بلاوي كانت في بالطريقة هذه الناس اللي كانوا يقودوها ايضا ازمارين وكنا قلنا اظنوا في المقابلة السادسة وقبلها ايضا وهذه ازمارين اصاسا استولوا على ايرترية في استقلال ايش حصل الارترين لما كانوا في ميدان ذبحوا المثقفين بتاعتهم الناس الابطال استشدوا في سبعين وغيره ايوه لما اندخلوا مين اللي دخل ازمارين اللي دخلت برئيس بيمان منكي بيمان قبرمسك الهو انت عد الناس ايش غير ايش او اقرأ برهان من اسم الاستش ايش 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 اكد دور الازبارين ما سمو هم ازبارين لكن اكد في الكتابان اللي هم عدلهم ايش 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 تنبيت زي ما قولو بتقريني لكن بالعربي تنبيت دي شو هي قطيرة هي مكي ما تنبيت ديني انما prediction political prediction بتقريني ايش 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 تنبيت تنبيتي طيب طيب حسن نجي في الاراضي الاراضي استولت يعني فترة في مناطق كانت تحكومة او تسيطر عليها شعبية قبل استقلال والشيء الغريب يعني حصلت نفس التجربة في مناطق اللي كانت تسيطر عليها الجبهة بعد المتمر الثاني ايوه قبل المتمر الثاني نحن كنا رافضين لانه نحن كنقول في تقوين مجتمع ايريتري نعتبر انفسنا traditionalist conservative رافضين تكونوا كلاء للشعب كله انتوا العدي هي تابعة للشعب والشعب والارض تابعة لعد العدي للشعب الارض مش للشعب لا العدي للشعب للسبعة اللي طرحنا والشعب والارض للعدي للعدي اللي قلت المنطقة بتاع مرتفعة يعني منظمة بشكل سبعية سبعية ليه المسل الأسرة الأسرة بتاع نادمين بشاهو بالذات الأسورة يعني خمسة ينظموا القبائل خمسة لكن بعدين يعني أصبحوا كمان يتوزعوا في ايرثريا كلها يعني في الساحل مثلا لكن نقول كن عري ما نقول شوعاتي نقول الحموشتي يعني كن عري وممكن في ذنكاليا اثنين الكيحتي والتاني نسيت والمنخفضات منخفضات هي قبائل أساسا قبائل الشوعات دي في المرتفعات لكن القبائل في المرتفعات يعني يحكموها كناتب وكانت منطقة بتاع تقري ونص بعض أسر في المرتفعات كانوا يحكموهم واعتبروا أنفسهم شما قال لي يعني زي نسخة من التكوين الاجتماعي في قندر والكنتبازات هي فكرة فكرة قندر هي لأن قندر يحكم كنتيبا تقرى قصدك ناطقين بالتقري في المرتفعات حكموا لا استعددوا يعني أصبح تقري يعني أصبحت الفلاحين والشماقلة أصبح التعيين تقري والشماقلة اللي كانت موجودة في المخفضات مثلا يس ماي فرين مش النادمين فقط يعني لكن كان يند مؤيدا تقري واصل مش كدا يواصل بس اشترح علينا عشان الناس ما يفهمونا غلط كمان انه التقري والشماقلة عشان بس ما يفهمونا انه وحدين يقولوا فكرة التقري والشماقلة جابوها الاستعماريين اللي طالين تعديدا عشان فرق تسل انت قرأت تكلام يعني منطلقات التاريخية شنو لانه كان لها تور برضو في سيرون وانما لطول يال استعمروا ايريتريا التقري الشماقلة كانوا متواجدين قبل الاستعمار الايطالي ايوه قبيلة المنادر الكبير شيخ ابراهيم سلطان ايش اسمت تغرات يعني ما شماقلة كانوا تقري كانوا وايام الانجليز جزء من الدور اللي يعب ابونا ابراهيم شيخ ابراهيم سلطان كان تحرير التقري من الشماقلة ما فيزول يفهمنا غلط اه ودي عملت مشكلة الكنتيبة بتاعة الساحل سلم للاندنة وبيجا جزء من ال دي نقشناها ما ممكن نرجع عليها بعد ما نخلص النقاش الحالي طيب حكاية السبعة مرجع ديني دكتور ابراهيم يعني لو تشوف القندل بتاع يهود يعني قندل يعني شوعة مبرهتي السبعة ديل سميهم قندل داويت داوود ابوه السيدان سليمان القندل القندل بالعربي كمان ايو ايو السبعة وقلتلي اذا دخل تامن بيسموه شوعة توصوخ حسنو شوعة 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 ونتكلم تجري وتجري نعم الآن طبعا كل الناس تتكلم تجري تجري صح نعم كده 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 ولو اخذت مثلا دك محرية وعدت كري زال اي لن تجري تجري اي 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 تجري من جمال عبدالناصر العبدالناصر اه اي لانه ناصر نزم ناصر بشوعة شوعة سبعة يعني خلايا سبعة كانت خلايا سباعية اي سباعية اخذناها منه يعني ما عندنا قبلها وهو شالة من وين اي اي شالة من وين الضباط الاحرار الناصر القوميين لانه السبعة في الاديان المقدسة تعتبر يعني رقم مقدسة تقريبا يعني وحيث سبعة سماوات مثلا سبعة سماوات سبعة اراضين سبعة ايام وتواصل بالتريقة هذه جميل طيب دكتور الان نواصل انه دخلت لنا انت ضوالي في الجبهة الشعبية لكن انا دير برضو شهادة للتاريخ يا دكتور انه الجبهة في الاراضي المحررة كانت والجبهة كانت حررت نسبة كبيرة من الاراضي 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 وكانت على ابواب العاصمة اسمها لولا تقلبات اللي حدست واشرت لها في حديثك على حلقات الجبهة عملت بالاراضي المحررة اللي كانت هناك بالضبط كانت تتعامل مع الارض كيف أنا ما أقدر أشهد لأنه ما كنت موجود في الميدان في وقتها حصلت موضوع انشغاغات فالول ما فالول ومحاورة اغتيالي حصلت وهكذا وأجبروني أنه أطلع من الميدان رغم أنه طلبوني أدخل على أساس حل مشكلة الفالول وعادي في النهاية شافوا أنه يعني ينتهوا من الراجل ده ولكن عقبنا عن المسألة دي انتوا تنادلوا تحرروا إيريتريا على أساس العدو الإيشوبي يطلع من وطن انتوا لسه ما كونت حكومة وتغيروا قوانين التاريخية للمجتمع الإيريتري وتدخلوا في قضاء ما تخصكم توزيع وإعادة توزيع أراضي دي ستذكروها ستيجي يوم لما أنتو والشعب إيريتري ستستدم على القطوات اللي قاعدين تتقلوا طيب دكتور هل نقدر نقول أنه فكرة الأرض ملك للدولة هي خاصة بعقلية الحاكم بأمره مثلا أخذ من الفكرة الشيوع الصيني الدورة اللي عملتها ما أنتو رسلتوه زعتو للجبهة للدورة السياسية هل أخذ من الكونفشوس الصيني من الفكرة المايوي ولا هي فكرة من أين له بذلك هي فكرة هو لوحده ولا هي فكرة يعني ذاته ما نقدر نقول جبهة الشعبية غير خارج فكرة ذاته شنو يعني تمثل شنو الجبهة الشعبية أنا ما أعارف لكن من أين له من وين خلق هذه الفكرة في نحنان على مانان كانت المؤشرات موجودة بتاعة الأرض ملك للدولة بدري ما كان باسك العسائع على أساس يتصرف بأسلوب هذه من النص لا من الربع طيب بتاعة الماركسية يا زميلي أحمد ما أنا الكاردينال بتاعتها طبعا حدا من المؤسسين حركة اللهابية إثيوبية وأترأس تنزيم طلابي في أيروبا كاردينال أنا ما أقدر قول بابا لكن كيتنقسند أمبري كاردينال يقبعك ولا بابا لا لا مش يقبعني ما يقبعني ما في زون يقدر يدعي ويقول أنا ماركسي وأنا قاعد أكثر من صح عشان كده ما ممكن أنها يكون السبب ممكن السبب يكون أنه يعني التفكير بتاع كيف تأخذ أراضي من الناس تنتزعوا تقبت يعني بالتقرينية مقبات أيوة تنتزعوا إزاع وتخلي شعب إيريتريدا فغير للأبد بدون كرامة الوطن بتعاتوا ما يملك فيها شيء فإنت ترجع عبيد في بلده ولاجئ في المنفى وما يشوف وطنه ما يرجع لما نحن نقول مثلا نكون حكومة في المنفى من عدتات إيريتريا بنقصد على أساس أن الشعب إيريتريدا ما يمسحوه من التاريخ يعني قاعد نطرح وطنية شعب إيريتري والناس يعني قاعد تتلف تلف تللولو على أساس يقولوا حرويدا حرويدا لا قاعدين نتكلم عن شعب إيريتري هكذا التعاريخ ومحترمين ومن قلب التنظيم أولهما الأستاذ أحمد القيسي الرجل القياد في التنظيم والتاني أستاذنا كاتب كتاب أين فلا لي اللي هو ألم سجد تسفاي ألم سجد تسفاي ألم سجد تسفاي له التحية والأستاذ أحمد القيسي له التحية هؤلاء النفرين وشوف ذاته أحمد القيسي رجل كادر سياسي ولم سجد تسفاي رجل باحث وقانوني فأول ورطة لهم زي ما حكا أستاذ القيسي له التحية قال أول ورطة لنا خطانة في الأرض وقال لنا يا جماعة أعملوا لنا رؤية رؤية استراتيجية للأرض على أستاذ أحمد القيسي في كثير من مقابلات ويقول قعدنا أنا طبعا يعني الأرض دي كونه يبتكلف بها شان تقرر إنه الأرض كيف تديرة الدولة بعد واحد تسعين طبعا الأرض دي حاجة عفرة ما ما يدخل إلا زول خلاستار يرحل زال أميم قعدنا قال وقلبنا الأرض زمان كانت كيف وووو وشهادة للتاريخ كنا وكانوا أمينين فعلا قدموا بروبوزل كامل عنوانه شو نعرف يا دكتور إنه حكاية الأرض ملك للدولة هذه فكرة يسارية نحن قديناها وطبقناها أيام الثورة لا تصلح لدولة تريد أن تحكم شعب بعد التحرير طرد الاستعمار فالأرض ينبغي أن تكون ملك للشعب وليس للدولة والله هذه شهادة نشهد لهم وقدموها للحاكم بأمره السيد الرئيس سياسة فرقية قام شافة كده كانوا بتقولوا الأرض ملك للشعب تنسفوا لنا تهدوا لنا المعبد من أساسه بناء على تأكيدا على كلامك قال لهم أنتوا فيما معنى دخلتوا في حاجة ما ما تعنيكم كثير طيب ما هم كلفوا يقدموا دراس يعني قال شالا وقال لهم دعان نزي قد دايكم أي كونان وخطاه في الدولة وقال لهم سيبوا الموضوع دا تسيبوه هو طبعا في حاجات كثيرة يبدوها كده المنجا يقول لهم سيبوه فقام وزع وزعهم كل واحد في اتجاه ثاني وماذا يريد نقول تم توزيعهم وين وخلاص ودفن المسألة دي والأرض ملك للدولة مستمرة دي شهادة نقدمها نحن ونحن نتحدث عن فلسفة الأرض وانا عندي وانا عندي تعليق في الكلام دا فضلا للدكتور في البرلمة اللي كان كنت أنا عدو فيه وأستاذ قيسي أنا مسجد ما كان عدو و كنت رحت لما رئيس البلدية بلدية أصمرة طرح أنه عشان أصمرة تتوسع ونبني يعني بنايات يعني عاوزين نأخذ أراضي سبحة فريم كان ساعتها ما رح ترح ساني أوكي و قيسي لأنه طرحت أنت عاوز أعلق في المسألة يمين أي و أنا رفعت يدي وقلت ليه وان ناس حفي أي باب كبر وان ناس حفي قال نحن كمنادلين نملك الحق نشيل أراضي ننتزع أراضي نشيل أراضي من العدتات وندمهم في أصمرة كلهم المؤتمرين موجودين الناس كلها منادلين يعني كان في ناس جبها أيضا مثلا الشهيد الكبير صالحي صديقي وغيرهم ما رح تره سامي حسن استغلبوا الراجل لا مجنون وقلت هل السياسة بتاعتنا في موضوع إيديولوجيا وسوشيلزم ومالكزم هل الإيديولوجيا بتاعتنا أنه نأخذ أراضي من القرى من العدتات من الشعب وبكيفنا يعني ندمهم في المدينة وغيرتك بل كيدا أنه النصحفي واعي فهم المسألة بعنقها وغال هو حق خاص يقول أنه أنا المسألة كوميس يكون كمزي أبشو ينزل لكم أبشو الصغات أما تقول لكم وغيرهم وغيرتك كيف نسينا المسألة لا ما نسينا وعلينا بقول أنه ناس منادلين مثلا منادل أي شي يقدر ينطرح لك المسألة في البرلمات والقصة اللي هم قاعدين يتكلموا عنها جات بعدين لأنه هددت أنا بتكوين إريتريا أنت قاعد تغيرها يعني ما إريتري قاعد أقول لي ما إريتري ما تملك الحق تغير ما نقدر نسلمك وطننا بإسم الحكومة الإريتري هو فهم هو قاعد يقول هم سينا يزيل فهم يعني فهمين بعد نعم نعم طيب هسي نتحدث عن خطورة التأشرة إشارات الخسائر الخسرنان إحنا كشعب طبعا ما طبق الأرض ملك للدولة فقط على المرتفعات عمما في عموم إريتريا بل هناك يا دكتور في بيوت في بيوت طبعا في حاجة يسمى الإحياء الضريبي محوي جبري أنا عايزك تفسير لنا التفسير السياسي الحكومة الإريتريا عملت شنو المؤقتة لحد اليوم طبعا عملت إيش لما اندخلت 91 قالت البيوت هذه البيوت السكنية والعقارات والتجارة وكل الحاجات البيوت القائمة على الأرض الإريتريا قالت درقي كان مؤممة كلها شغل شغل بتاعت شفوت يعني كان مؤممة كلها عنده واحد عنده سبعة بيت ياخد بيت واحد مريت لاراشو وحكاية مريت لاراشو هسي أنا ذاتي اتذكرت برضو أنه بالفكرة الشيوعي الأرض لمن يزرعها لمن يفلحها وليس لمن يحكمها المهم فعمل شنو طالما الحكومة الإثيوبية الدرق كان مؤممة البيوت والآن نحن دخلنا ورجعنا ما نستطيع نأمم البيوت لكن نعمل شنو محوي قبري محوي قبري يعني كان القبري ده كان ميت لمحوايه تشتري الأرض الثاني من جديد وانت شاهد عياني يا دكتور لأنه الإحياء الضريبة مورس وبقى في ناس ماتوا ذاتوا من الخلعب تجي جماعة تشوف زافيلا خمية بتاع موح ويقبري نحن ثلاثمائة نحن شح كفل لك ثلاثمائة خمسين أربعمائة ألف مئة ألف وهكذا مليون الحاجة أحمد الدريس قالوا يدفع خمسة مليون خمسة مليون هاللي هي الكوادراتو بتاعة هاللي بما فيه المعبد اليهودي دا مشتري هو من واحد يهودي زمان فقالوا يغتدفع خمسة مليون والحكاية طويلة ففكرة محوي جبري اللي هي الإحياء الضريبي مرتبطة بالأرض ملك للدولة وإنت كان موقفك أو قراءتك لها شون ساعتها دكتور ودارين نسمع شهادة مني ما مرتبطة بالأرض دي ما يسموها يعني لازم نستخدم لغة مافيا هنا آه أيوة يعني الرستوران تحقق دا كم يجيب في الشهر أيوة أيوة مئة ألف خلاص الإيجار كم كيدا والمواد كيدا حسابات خلاص من مئة ألف هنترث لك أربع أربع ألف ستين ألف حقنا وعمل حسابك دا هو ما مرتبط بالأرض كانوا يحكموا مسائل بأسلوب هذه مافيا الآن لا نحاقوش في استراتيجي عدي لأنه يعني مشينا بعيد وبعيد وأبعد من من العنوان اللي طرحناه للنقاش يعني اللي هو الأرض استراتيجية عدي استراتيجية عدي أيوة طيب تفضل دكتور متشكر ولذلك شوعت عن سبال ما تقول كل يعني العشيرة والأرض ارتبط ما زي السومال يعني العشيرة السومالية في القبائل مثلا الهوية في في اتجاه ما كان يسمى بريتش سومالي لان الآن يسمو أظن سومالي لان يسمو ما أعرف ان اللي هو وقبيع وزي يستول عليهم كمان يشيد منهم يعني ما كان في ارتباط بين الأرض والعشيرة لكن في الوطن الإريتري في زوباب بتاع مرتفعات القبيلة العشيرة والأرض كانوا في سبعة شوعتها عن سبعة يعني أصبحوا واحد ويسموها وردة لكن الوردة ما تملك الأرض العدي تملك الأرض وعدد كبير مثلا شوعت عن سبعة شوعت غنش وكده كلها حماسين لو أخذتها مثلا حماسين ما تملك الأرض عدي تملك الأرض والأفراد بتاع عدي ما يملك الأرض إنما يستعملوا يستخدموا يطوروا ممكن لهم عندهم ناس وعين العدي بتاعاتهم من خلال الأراضي اللي تتوزع عليهم كل سنة كل موسم هذي النظام متطور خالص خالص شوية يتماثل النظام اليهودي ده إيش يسمو يعني نظموا يعني أراضيهم الأساس يطوروه من السحراء كانوا بيقولوا إلى ما بعرف شمت الدين الكلمة الاسم في صغير الاستيضاء عنده اسم و حتى لما نفكر وطرحت عدة مرات الابتصاد الإيريتري بيقول نبني إيريتريا من خلال التكوين العبقروي اللي ورثناه من ناس ولذلك في ناس بيقولوا مثلا درسوا في جامعات وعندهم عشرة خمسة عشر دكتور 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 للناس للناس عدي لو توزعت الأراضي للناس عدي ستكون ثلاثة كيلو لأرض حمد وخمسة لك واثنين لابنك خلاص ما في حاجة إنما إنما الأراضي بتاع عدي مست بي كابتاليزد فينانشلايزد ترانسفوم انتو شيرز مش تتوزع الحمد الأجيار التراب مش التراب تتوزع من الفكرة والرأس ما اللي توزع بين الناس و يخش في فينانس وفينانس الدولي لحد ما يوصل مثلا ماكاو إلى سينة وقوة في هند و ما ممكن بعد كده الإيرتري بيقول الله كريم سلماريام بيب الأزماريني ما عدهم ما وطنهم بالنسبة لهم إيرتري هي ذكر بها شلا من الكلاب دل اقتلهم خليهم يكونوا سدثنياتات خصمهم مسيحي إسلامي ما ممكن تنزيماتنا تكون تنزيمات وطنية لا ودبا وقبا قدام آي قال آي سالساي بعد سالساي ما شفنا حاقة وتدخل القبيلة والعشيرة ما شفنا لا أزمارين إن شاء الله خلاص قبيلة ما إيرتري هي شريفت زات كون قبيلة وقومية برضو الشعب اللي إيرتري ما قبائل يعني لا قبيلة أيها نقد ما كويس لو قلت لكن القبيلة هي هي بهير هي قومية ده جبت مشاكل يعني ممكن تكون قريت بوغل وتجب لنا بوغل في عدي لأن القومية بعد سياسي قومية يقول لك القومية قومية مثلا الأكراد عندهم قومية يعني مثلا مفهوم القومية فيه بعد سياسي يتخطى الجغرافية الوطنية فيشمل معك لذلك القبيلة هي محدودة ما محدودة في القبيلة طبعا authority نسميه authority وفي قومية نسميه power فدي دقل معاك وفي society نقول influence هل الأزماريني دي دخلوا من خلال المصطلع بتاعة البهير لا لو قبلوا بهير ما حتشير بشاكل تانزين بس يقولوا ودب وبعدين طبعا حسا شوية حزنانين انه في مؤتمر حقهم ده قبلوا الاسم الجديد انت عندك أخبار للمؤتمر دكتور ها عندك أخبار لأن المؤتمر قائم قائم الرابع الرابع جاي في الطريق يقوله ما نقدر نسميه رابع بعد كذا ما خلاص اتهت القصة نسميه شو نيعني يا دكتور يسموه شنوه هما مش أنا بسميه أنا برجع للمؤتمرات الوطنية ان شاء الله نكون شهود عياني يا دكتور ونشوف ما تمخض عنه طبعا الوقت ذلك حتظهر لنا حاجات لا ما ننتظر نشوفها منها الآن نحن وشوفناها قبل عشرين سنة ونقول كونوا حكومة موكتة أنقذوا أنفسكم وأنقذوا وطنكم الآن قاعدين يجونا أنبياء من أسمراء وبيقولوا لا حكومة موكتة تجي في النهاية بعد ما نشيد وطنكم من جديد ونقول هجراو حيلي وهجراو حيلي دي نقول عليهم كدي يعني سجلوا أنفسكم مزقبوا يعني شوف عايشين هنا في أيروبا في قانون كبير جدا ظهر مع artificial intelligence مع التطورات الجديدة هذه ولذلك data data loss لو سجلت أسامي بدون ما تسمح مثلا من البلد اللي أنت لجئت فيه معناها هذه أسامي غير غانونية هي لما نتسجلها لأنه ممكن تكون تسجيل terrorist organization أيوة تكون أي حاجة وبعد مرات كمان الأسامي تنقص وبيفتشوا رجسترار من الناس اللي ماتوا جون سميث ما بعرف الأسامي ويبيعوها بملياردات أنا سمعت مقابلة في 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 social media اللي يطرحوا فيه بقى تهتدلينا الحاجة المتبقية هي أنه الناس تقول سجلوا اسمي سجلوا اسمي تعملوا بأي شنو لأنه أول سؤال للبوليس يسألك what is your name بوليس بعدين عشان يعرفك من جديد يقول لك where is your photo في النهاية يعني I register myself سجل نفسي وأبيع حرياتي وأسلموا للناس اللي بيقولوا هنعمل الإيرترياء الجنة ونحن ما عارفين البقراند بتاعتهم ويطلبوا من الشعاب إيرترياء أنه خلاص يبيع نفسه يا نبي يا نبي شيء للأسامي بيعني كون حكومة ذك أربعة من جديد الثاني ممكن يسموه لا شعب إيرترياء ما بليد أنا بقول دائما ما بليد واعي ولازم يفكر لما نجوك أنبياء كذبين with a fixed smile ودائما كذا هي يعني حوي حفتي حميل حوي حميده دكتور طيب برضو في حاجة كده حنختم بها الحديث والحديث اليوم كالعادة يعني ما شاء الله هي بداية هي ما دخلنا فيها لأنه شوية يعني ندور حوله ندور حوله ندور حوله ولفينا يعني هو اللبيب بالإشارة يفهم صراح من الصعب دكتور أنه نفت أدمغة الناس كده لا 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 صح كل الكتب يعني صعبة صح لكن نحن شنو نفت يعني نحن ندي مفاتيح والرجل السياسي هو بيطرح أشياء مفاتيح وابو كده والناس تخش دكتور نختم بحاجة هي مضحكة شوية يعني في وحدين كانوا ضد المجموعة الحاكمة ضد مجموعة الأزماريني وكده بتاع ذكر بعض وبعدين سمهاوا كده مع الحروب بتاعة يسيوبيا والويانية وكده بتاع يعني قالوا يا جماعة نحن بس نحافظ على السيادة ونحافظ على البلد والراجل ده أفضل من غيره وشوفنا السودان ضاع كيف وديبيا ضاعت كيف والعراق واليمن وبتاع يا أخي الدكتور الدكتاتور ده خلونا الشيطان ده بس نعبده لحد ما نلاقي ربنا الجماعة ما اكتفوا بالحاجة دي اللي ارتدوا يعني جوهم راجعين قالوا اليوم اكتبوا ورقة بالتقرينة يسموها نايتعسا ورقة نايتعسا يعني ورقة الندامة مثلا يعني الاسترحام مثلا تقول تكتب أنا كالاستبهالكو أعساي أنتصار هزبيين منقستين تنكساغيسي بزيف والطوب هواهو بحكومة المنفى قالوا التالي لومنا باعلقل مثلا يعني وسلزي لمن قستينها قريد تعسا نايت ورقة تعسا معنقول الفرنان قال تعسا وقا يقولون قدمت قاقي قال الهم رحمة الله عليه كويس هز يا دكتور سياسيا ورقة التعسا دي يعني الاعتذار يعني يعني واحد جاك وقال خلاص قبل يخش نايت ورقة التعسا دي انت تخذت في معيار مع حكومة او مجموعة كده الازماريني دي للحاكمين حسب رؤيتك لمزيد من الاذلال وكده بتاع فرغط تعسا فواحد حتى واحد قال لهم من من يتعس فرض الحكومة نايت تعسان هتاس ادرع زوار دني ايه نابل كزنا برزر لخو في المنفى معقول اخ دكتور حرية يعيش في المنفى معقول نحن نعيش في المنفى وملايين زي انا يا دكتور بامان يعني نحن ما منر سيخ انت يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يا دكتور ما ممكن اذا او رخط تعسا تفسيرك لها شو سياسيا و اجتماعيا تنكف كان بلاينا يا دكتور وبعدين حننجي الحلقة شكرا يا احمد شريف طبعا هي كلمة تعبير دينية يعني بانجليزي تطلع confession في السياسة ممكن يسموها admission of guilt يعني لما تقول تتعيسي في التقرين لها تفسير ديني وليها تفسير سياسي ايضا لكن للحكومة لما تقول تتعيسي للحكومة معنا في زول التهمك وانت في السجن او ما بعرف او رابط منك في محل وفي ناس يحموك يهددوك يعني تقريبا يعني عيبال كنبل الراي كمشادي عن كيفون نبر تتعيسي لخم شيطان هذي حين لنين أنا بلا أصحيتوني شيطان أصحيتوني هذو هو موجودة ب تراديشن موجودة لكن عشان نفهمها لازم نمشي نورث كوريا ايش علم كيمال سون لي ابنه وايش علم ابنه لي ابن ابنه اللي حاكم في الوقت الحاضر يقول عشان انت مرارك يعني معنويتك ما تهبت قبل ما تنوم يعني قبل ما تشيلك ايه 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 فكر انه انت قاعد تحكم كل الناس ومهددهم وانت اقوى من ربنا ما يأمن طبعا اللي الناس اللي مؤمنين بيقولوا عليه احن اقوى ناسي كالو ايو وكل يوم كل صباح نقول اليوم تتعص عشان تعيش في الارض هذه ومعنويتك بعد ما تهبت وتنوم طوال ولذلك الدكتاتور المافيا لما الدكتاتور تفوت السلطة بتاعته تسبح سلطة المافيا البادرينو القود فاذا ايو طيب دكتور ايو رايك نقيف هنا ونبدأ بيها عنتي ورقة تعسى بعدها السياسي وخطورتها الوطنية برضو استراتيجية تعدى لازم نخلصهم ومو استراتيجية عدى حجي اي ودأنا ليس اليوم يعني الأسبوع الجاي أسبوع الجاي استراتيجية عدى أنا قلت لأنه قبل كده كان هبشناه شوية لكن ما 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 نقشناه بالنظام مهم للشعب هيرثري دا طيب حلقة الجاي تكون واحدة استراتيجية عدية بالتفصيل لأنه أيام التوليان كانت في دومينيال ما استخدمها لكن المافيا اللي موجودة في أسمر ما وزعت وحسا في ساحل ما موجودين جميل ووحدة استراتيجية عدية والتانية اللي هي نايت أعسى ورغط في ثالثة قنبلة ثالثة برضو حنافك اللي هي مدسكال مدسكال تجميد الموظف مدسكال تخليه يعيش مع نفسه وهم يقول أنا حريدي أنا حريدي أنا شريف دي سلم انتهي وانه لحد ما يطلع مجنون في الشارع أو حارب نفسه أيوة فالمدسكال دي اللي هو اللي هو اللي هو التجميد يعني من أين وكيف وخطورت وشاهدتك لها أو تحليلك لها بالمنظور السياسي إرأيك يا دكتور نتوقف هنا عشان لأنه قريبا ساعتين عملنا من الحوار المهم الجيد السياسي الوطني العميق ويحتاج كل كلمة تحتاج إلى فكفك وتحليل وعليكم أن تحللوا أيها السادة والسيدان كان معكم الدكتور حرويد تدلا بايرو عقبيت مختار السياسي الأكاديمي المخضرم القائد ويتكلم بكل صراحة ووضوح وديقنا فرّة ومستقلة إذا عندكم أي رأي تعالوا ناقشوا الدكتور في نهاية الحلقات دي كانت الحلقة التامنة إن شاء الله يا دكتور بالصح والعافية نلتقي في الحلقة التاسعة ونمسك الاستراتيجية تعدي ونأي تعسى ورغد والمدسكان شكراً شكراً دكتور ممنون وأنك تدين من زمنك الغالي للحديث في قضية وطنية عامة أنا بالأثر تحياتي باركس كبران كبرات بسلام الراقبان بسلام راهوان في السهان مع الدكتور حرويد تدل بايرو وغبيت تحياتي محدثكم أحمد شريف مع فريق العمل من ري بي ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر